يستمر معادل تدخم في المغرب في التصاعد شهراً بعد آخر وفقاً لآخر الأرقام الرسمية وتأتي المواد الغذائية على رأس القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة بلغة 12% مع نهاية شهر يوليو الماضي رواج دون المستوى المعهود بالسوق المركزي للرباط هنا تملك أسرة بلحاج محلاً لبيع اللحوم يقول مسير المحل إن الارتفاع الذي طال مؤخراً أسعار اللحوم غير مفهوم ولا مسبوق لم يقتصر ارتفاع الأسعار على اللحوم أو الخضر والفواكه أو بقية المواد الغذائية بل شمل قطاعات أخرى وهو ما تسبب حسب المراقبين في اضطراب أولويات الاستهلاك لدى المواطن المغربي حتى في فترة العطلة لاحظنا بأن عدد كبير من الأسر المغربية بالرغم من إقبالها على المصطفات من إقبالها على الخدمات السيحية إلا أن الاستهلاك لم يكن في أوجه بالنظر إلى أن الاستهلاك كان استهلاكاً احترازياً خاصة أن الأسر المغربية اليوم هي مقبلة على مرحلة جديدة للدخل المدراسي ويرتبط أيضاً بنفقات التي من المحتمل أن تعرفها أيضاً تضخماً كبيراً وتشير تقارير إلى تراجع نفقات المستهلك على الصحة والأدوية والعقار في مقابل ارتفاع نفقاته على النقل والمحروقات التي ظل المستهلك يشكو غلاءها منذ أكثر من عامين تعلل الحكومة المغربية موجة الغلاء بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب المتواصلة في أوكرانيا فيما ترد جمعية حماية المستهلك بالقول إنها على بينة بالظروف الدولية وتقلبات الأسواق لكنها تريد أن تصل الحكومة إلى حلول تحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك عصب الاقتصاد عزيز فتحي سكاينيوز عربية السوق المركزي للرباط معنا من الرباط الخبير الاقتصادي محمد جدري سيد محمد مرحبا بك معنا نتحدث عن ارتفاع معدل التدخم ارتفاع أسعار محروقات النقل السلع وهي كلها في إطار علاقة اقتراض مرتبطة كما تحدثنا كثيرا بعوامل دولية عالمية وبعوامل داخلية كذلك لعل أبرزها الجفاف لكن كيف يمكن حاليا بالنسبة للمغرب بالنسبة للحكومة كبح جماح هذه الوتيرة المتزايدة في الأسعار وفي النقل وفي المحروقات وبالتاري التدخم انا اعتقد بأن الاقتصاد الوطني يمر من أزمت غير مسبوقة بحيث أن المغرب لم يخرج بعد من أتار جائحة كورونا بالإضافة إلى هذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات لتوسطة لمستويات قياسية بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأولية كالاليمنيوم الحديد الخشب الززاج ومجموعة من الأمور بالإضافة إلى اليوم نتكلم عن تكلفة للشحن والنقل واللوجستيك لتوسطة لمستويات قياسية هذه كلها أمور خارجية لكن هذا لا يمنع بأن المغرب هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر كذلك في السياسي التويب حيث أن هناك مجموعة من الوسطى ومجموعة من المضاربين الذين يستغلون هذه الفرص وبالتالي وصلت مستويات تدخم إلى مستويات قياسية بحيث أن اليوم مثلا يتكلم عن تقرير المندوبية السامية يتخذ أن موعدات تدخم في شهر يوليوز وصلت إلى 7.7% هذا الأمر الذي تضرر بشكل كبير وأثر على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود أعتقد أن الحكومة حاولت القيام بمجموعة من الأمور مثلا في الزيادة في تكاليف صدق المقاصة التي وصلت إلى 33 مليار للدرهم مع نهاية سنة 2022 بالإضافة إلى دعم النقالين كذلك ومجموعة من الأمور الأخرى ولكن هذه الأمور تبقى أمور دون المستوى بحيث أن القدرة الشرائية للمواطنين المغربة تأثرت بشكل كبير خلال السنة الماضياتين وتكاليف كبير خير النصف الأول حتى طالب الحكومة بخفض رسوم الاستيراد وكذلك الضرائب الداخلية لكن هي أثرت ربما دعم مباشر للعاملين في هذه القطاعات لماذا ترفض الحكومة هكذا إجراءات يطرحها عدد من الخبراء الاقتصاديين في مواجهة هذا التضخم أنا أعتقد بأن الحكومة لها مبررتها بحيث أنها تقول بأن المغرب يعني هو مقبل على مجموعة من المشاريع الكبرى والأوراة التي تتلزمها الكثير من الأموال مثلا نتكلم عن ورش الحماية الاجتماعية التي سيمكن المغربة من التوفر على تأمين إجباري على المراض وتعويلات عائلية وتقاعد وكذلك منحة عن فقدان الشغل هذا الورش يحتاج إلى 50 مليار درهم كل سنة الحكومة تقول بأنها لا يمكنها أن تتنازل عن يعني الرسوم الاستيراد ورسوم أخرى لماذا؟ لأن هذه الرسوم هي التي تمكنها بالأمر ولكن أنا أعتقد بأن هناك مجموعة من الأمور اليوم الوضعية الصعبة بالنسبة للمواطنين والمواطنات لماذا لا تقوم على سبيل المثال بتحديد سقف لأسعار بعض المواد على سبيل المثال للتحكم على الأقل في السوق وفي ارتفاع المهول في عدد من المواد الأساسية نصح القول المشكلة في المغرب هو أن مجموعة من المواد هي مواد مفتوحة نحو السوق يعني على خلاف السكر والدقيق والخبز كل المواد الأخرى هي مواد يعني يحكمها الطلب والعرض وبالتالي ممكن ليهاش ترجع في هذا الاختيار هذه اختارات التقوية والجنوات ولكن هناك ظروف استثنائية أستاذ محمد يمكن أن يكون أي قرار بتدخل الدولة لتحديد السقف أن يكون يعني متماشياً ومؤقتاً بالنسبة لهذه الظروف أنا أعتقد بأن وضعية اليوم هي وضعية صعبة جداً والحكومة لا يمكنها تراجع على هذا الأمر لأنها ستوحة مستوى أن الموردين سيبيعوا بأقل من السعر مثلاً عندما نتكلم عن أسعار المحروقات لا يمكن أن نعود إلى الأسعار المعتادة قبل الجائحة بدون دعم حكومي لهؤلاء الموردين ولكن هذا الدعم هو دعم مكلف جداً بحيث أننا نتكلم عن ملايير الدلاهم هذا في وضعية حالية الحكومة لا تتوفر على الضروف ولكن ما هو إيجابي هو أن خيال شهر المايد الماضي كان هناك حوار إجتماعي ما بين النقابات الأكثر تمتيلية والحكومة والباترونة يعني مؤسسات المقاولات ولذلك خلاجة بمجموعة من الأمور الإيجابية منها الزيادة في الحد الأدنى للأجور يعني على مرحلتين بالإضافة إلى هناك توقع في زيادة للأجور بالنسبة لمختلف أسرائيليم الإدارية بالإضافة إلى هناك في حال وجود الزيادات لا تتماشى مع الارتفاعات في المعيشة على كل المستويات الغذائية الخدمات النقل المحروقات وغيرها وغيرها في هذه الإطار هل نتوقع تدخل للبنك المركزي أنا أعتقد بأن البنك المركزي إلى حدود الساعة يحافظ على السعر للفائدة رئيسي في نسبة متدنية جداً لماذا؟ لأنه يقول بأنه يجب يعني أن نعطي انتعاش اقتصادية لأكثر وطني من أجل أن المقاولة تكون عنده واحد سيولة مالية من طرف البنك وتوقع ولكن بانك المغرب في خارجي الأخير والتقالية الأخير قال بأنهم سيكونوا نحارسين وإذا وصل مستوى تدخم لمستويات قياسية حيث أن اليوم تكلم عن 7.7% سوف يضطر وأنا أعتقد بأن إلى وصل نفق تجاه هذا سيكون بانك المركزي مضطراً إلى الرفع من سعر الفائدة لكي يقلس من السعر البنكي وبالتالي يعني نحاول نخفضه من معادة تدخم خلال أشهر المتبقية شكراً جزيلاً لك من الرباط الخبير الاقتصادي محمد جدري شكراً جزيلاً